يعني يا رب صيام تسوعة وعشورة يا دكتور ناس تقعد تقول يا جماعة هذا بتاعنا لا دا مش بتاعنا دا أصل سنة لا أصل مش واجب لا دا واجب يعني أنا بحبه على سبيل المثال وبعدين أنا أظن أنه من ضمن الأعمال التي تقرب العبد إلى رب العزة سبحانه وتعالى من أحلاها الصيام نعم عايز أتكلم في الحتة دي شوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الرسول الذي قال احتسبوا على الله عز وجل أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين وأولياء الله الصالحين الذين اتبعوا رسول الله الصادق الأمين وبعد فبدأ بنهن الإنسانية جمعاء طبعا بشهر الله المحرم وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فيما تعلق بيوم عاشوراء هذا يدل على أن الإسلام لا يهدم الشرائع السماوية الأخرى ولا يلغيها ولا يبني ولا يبني بنيانه على أنقاضها كما في بعض المفاهيم الضيقة لماذا؟ لأن أولا عندنا في القرآن الكريم في قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمر صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخطئ كثيرا ويسيء كثيرا أو أكثر من يظن أن الإسلام لا يقر التعددية الديني الإسلام يقر التعددية الديني ويوم عشراء بيدل بصورة تطبيقية عملية على زمالة الشرائع السماوية يعني كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من مرجعيات السنة النبوية والحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهود لهم القبائل المعروفة السلاسة بني قينقاء والنظير وقريزة يصمون يوم العاشر من المحرم فسألهم استيثاقا مش تعليما فقالوا هذا يوم صالح نقى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وفي رواية من عدوه وفي رواية بني إسرائيل من عدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذلك وقالوا نحن نصومه طبعا صيامهم هم كيهود قال أنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وصار سنة من الصيام المسنون أو المستحب في الشريعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر